مساءكم سعيد نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساءكم سعيد ونتمنى الانفراج في القريب العجل إن شاء الله دائما سنبقى نحيي عاليا جميع الشرفاء والشرفات الأحرار والحرائر الذين ساندوا شيوخهم شيوخ الطربية والتعليم ودعموهم ودعمونا في وقت المهنة لهؤلاء الشرفاء سنبقى دائما أوفياء مخلصين لهم وإن شاء الله لن يهدأ لنبال حتى نحقق المبتغى بترقية شاملة كاملة لكل لمن توظف بالسلم السابع وبالسلم التام وتم إحصائه من 1972 إلى غاية 1986 لأن مدام داروا الإحصاء وعارفين حصروا العداد قبل الضحايا وعرفوا مدام أنهم حصروا العداد الضحايا وعرفوا وعرفوا بمن هو الضحايا الضحايا هو كل معلم سابق التوظيف الأول السابع أو بالثامن ننتهي الكلام نقطة إلى السطر وحصوهم تم الإحصاء وحدوا السنوات من 1972 إلى غاية 1986 لأن مدام حدوا العداد اللي هو 55 1978 حوالي 55 1978 مزاول بمن فيهم المحالون على المعاش والمتوفون رحمه الله 2012 جاءت الحكومة آنذاك برئاسة المعلم وأوقفت الطرقية بالأطر الرجعي فتخلصوا من ماذا؟ من جميع المحالين على المعاش والمتوفون رحمه الله إذن اعتمدوا على الطرقية من حق المزاول النشط الاكتف مش المتقاعد لباسيف على أساس أن الرابط الوظيفية انقطعت معه بينه وبين الإدارة انتهى الكلام وهذه دروا غير حجة بل أقصتنا السيول المالية أن جميع الحكومات المتعاقبة شغل والشاغل هو الحفاظ على كل ما هو مكر اقتصادي ما حد ولا يهمها إن كنت صاحب حق أو لست صاحب حق هذا لقاءات أو لقاءات واتفاقات ماراتونية لا تفضي إلى نتائج والنقابات أنا داك تشارك في هذه كانت تشارك في هذه اللقاءات وهي عارفة بأن المخرجات دي من أجل طمطيات ومن أجل كسب الوقت وكانت تشارك فيها حتى دازت عشرة سنين عجاف عشر سنوات عجاف في آخر المطاف من إجاء دار الحلحلة اللي كانت موجهة وكانت الأطراف معينة هي اللي انطقت من يكونون على رؤوس الجمعية وعلى رؤوس اللجنة التي تومت تلو من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين أعلينا من الناس يجي قولك أنا ضحية من ضحايا النظامين وأنا اللي تنمتل الضحايا وما رجابهم وبات يوجه هو داك الحل اللي نزل بجوز سعة عش خمسمية وربع رغم أن دون لقوغ دي المرسوم جوز سعة عش خمسمية وربع تقول لك كل من توظف بالسابع أو بالتام وتيجو وتيلوح المتقاعدين من 2003 إلى 2011 تيلوح 10 200 متقاعد ومتقاعد بدون بدون رحمة ولا شفق هذه الليست اللي كانت موجودة الأول كانت هي الأصل موجودة المتقاعدين إلى غاية 2011 وعلى وعلى رأسهم الدحايا دين المادة 112 الترخيص الاستثنائي الأول لتقاعدوا وكانوا مرقيين خارجين في لوائح الطرق أي باش يترقاوا مقيدين بأكتر من ثلاث سنوات وتقاعدوا طبقوا فيهم من هنا غد هدروا على الآن عدنا جدعامات أساسية أن الأولى أن عندما أوصلنا المظلوم إلى من يهمون أمر وإلى الوزير الوصع القطاع سيد أمزازي اعترف اعترافا صريحا رسميا أمام قبة البرلمان أمام لجنة تعليم التواصل بأن هناك 10.200 متقاعد ومتقاعدة من 2003 إلى 2011 2011 10.200 وحصر العادات ديالهم بعد ما توصل به من الموارد البشارية 10.200 متقاعد ومتقاعد وبأن هذا الملف مختلف تماما مختلف تماما أنه فيه وضعيات مختلفة لتقاعد بالتاسع ولا لتقاعد بالعاشر أو تقاعد تبش همك هل مهم توظف بالسابع توظف بالتامن فهو ضاحية من ضحايا النظامين ويجب إنصاف بدون قيد أو شر نفتحوا قوس قبل أن نفتحوا قوس هالطرقيات التي كانوا ترقوا لديهم لديهم الحق لن ترقوا للناس الذين لديهم الحق وعندهم يعني يتسالوا وعندهم الأسبقية لا خير الدليل هذا الذي ترقع في هذا النظام الأساسي في هذا المرسوم يجوز 19-500 يورو كل يمترقي خمسات المرات خلال 12 سنة خبط جوز ليلم من التاسع للعشر داز بستة سنوات ومن العشر للحضة عشر داوز بستة سنوات وعود كانوا فرخوا لهم جمعية أخرى كانوا باغين يجو يسجن بهم الإصلاح المقياسي وزير الطربية الوطنية لا دار فيك الخير يرقي إصلاح صناديق تقاعد وإنحكاسات على المائش احتساب المائش على أساس إصلاح المعقر الاقتصادي بن كيراني سير شوف بن كيران ولا شير ديال الوظيفة العمومية كاملة مش ديال شاكب بن موسى نصده القوس اللي بقى فيه وأتار يعني كثير هو الوقف الأخير ديال 24 يناير 2022 اللي جابوا ناس كبار ما عارفين حالة تسولوا بهم تطلبوا تطلبوا الطرقية تزاو تعورت يقول لك سيدي يستنج يعني الاستجداء يستجدون يستجدون حقوقهم أو يتسولون الطرقية حالك تطلبوهم يعطوهم حقهم الطرقية الطرقية هادي الطرقية هي حق ديالنا واخدوا منه مسحر قولنا طرقية ديالنا قرسلوني سنوات ديالنا وطبقوا وطبقوا إملاءات من أجلي يعني يخأخر الطرقية ديالنا وتكون سير ديالنا باطي جدا 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 هادي 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 كانت إملاءات من 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 يعني المؤسسة المانحة باش ما تبقاش شي طرقية تلقائية ما تبقاش شي طرقية سريعة كل شي ولي باطي باش يتحكموا في الكتلة الأجرية وتحكموا في الاعتمادات المالية المخصصة للطرقيات وفي 2003 بدو تفرخوا يفاش تديروا الملفات وطيف فرخوا الليجان اللي ويفرخوا آه يعني التنسيقيات الجمعيات ويقول لك العادات دي ما تتحضر معاش واحد في دك يقول لك العادات شح دي العادات يقادوا الأمور دي لهم يقادوا الملفات يتبنوا يمشيوا يدوها الموضوعات هي يقلسوا مع المصالح الإدارية يتطافقوا يتطافقوا يخرجوا لك يخرجوا مرسوم مشروع مرسوم ويدوز كمرسوم ويتنفد عليك ويتنزل عليك يقول لك ساري المفعول كقانون وبالزاف دي الفئات داروا لها مرسوم وهذك المرسوم كانت جائرة حتى أن الناس اللي ما تتسالو ولو مرقين هم بالقانون ب بمعرسوم وتيقسو كتاب القانون بين المعرسوم وخات تساري المراجعة دي هذك هم اللي داروا هذك المرسوم ويسيبو في ومن اللي حطوا واحد واحد الفين وطناعش او الفين وطناعش واحد واحد الفين وطناعش يعني من تم تبدأ هذك الطرقية دي هذك اللي كانوا مقسيين اللي كانوا مقسيين 13 رفوج كانت مقسية لعنا مداخ لاش في المضامين دي وستعش كانت 13 رفوج اللي كان مقسي من 2003 إلى 2015 اختاروا وربعات الأفواج وادوا دي المصالح بإدارية المصالح دي الفض النزاعات عارفة بأن هم مقسيين وردوهم كفئة أولى دي المتقاعدين ورقوهم استثنائيا وعارفين ما حقهم يترقاهم وداروا اللي هم مرسوم ومن يوصل عند هذا اللي هم اللي ساهموا في هذا المرسوم هم اللي بنوه وما اللي اللي وافقوا عليه ولو تيقول لك احنا غد تنزل وتن أجرؤ هذا المرسوم فالمسؤول عليه هو السياسي يعني الوزير الوزير واللي المسؤول على هذا المرسوم أما احنا كإداريين غدت نزلوا رغم أنهم هم هم اللي طبخوا الطبخة داخل اللي جاء الموضوع عاتية والتقنية والغريب وفي الأمر أنك هنا مدير ديل ديل إصلاح الإدارة وهي اللي تتراجع دي كل المشاريع دي المرسوم إلى آخره وخاصة تتخدم بالدستور وبالقانون ومتخليش هاجة تدوز وكاين فئة تتعرف أن فئة دي العشر الاف وتلقينا لوائح لوائح ركانت وجبدوهم منو توصلوا رسميا بالمظلومية من قبة البرلمان ومارسة البرلمانية مارسة الرقابة على الوزارة وعطوهم العشر الاف ومائتين دي الساعة متقاعد ومتقاعدة وغبروا لهم لاتر يلي ما كينينش منو وصلوا جد عشر الاف ومائتين متقاعد من الفين وثن الات الى الفين وفتاعش كينين عندهم نفس الحقوق إذن كيف اجتدازوا في قبلتهم يعني إصلاح الإدارات والمالية والأمان العامة وما تيخالف الدستور تيخالف القانون تيضرب البند المساواة وتكافؤ الفرص بل كين في اللي هي مترقية قاعدة قبل ما تقاعد كانت مترقية وداروا فيها القوطة وتعرفوا ان المتقاعدين كلهم تدوزون بلا كوطة كيفاش متقاعدين تدوزون بلا كوطة ومتقاعدين تطبقوا فيها القوطة رغم أنها كانت ترقية استثنائية من 2003 إلى 2007 كانت ترقية استثنائية وداروا لأن السلم تساعد دار في دعون الان قيرات وداروا ترقية استثنائية وبترخيص استثنائي ومتر وزوج متل العرب وحنا أن الترقية استثنائية ترخيص استثنائي لا يخضع إلى الحصيص السنوي تكون تلقائي ترقية تلقائية استثنائية يعني ترقية تلقائية ورغم أنها ترقية استثنائية تقول لك تخضعها للحصيص السنوي لك 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 لمادة تحضر 90 هذا لم يكن لك نرى النقابات ومن تابع للنقابات هذه من بين الاختلالات العميقة من النظام الأساس لك من ويوجه هنا رأسا إلى سيد شاكيب بن موسى ترقية استثنائية وتعرف ترقية استثنائية تكون تلقائية وتخضعها لك لماذا؟ لك يوفر اعتماد المالي لك الاعتماد المالي المخصص الترقيات تكون constant كل سنة تدير محدد بما أن كانوا يفتحوا باب طرق 11 ويجب تعرفوا بأن منصب واحد لك ترقى من 10 لحظة عش تدي لك 4 المناصب تساوي تقريبا 4 المناصب لك ترقى من 9 إلى 10 لك ترقى جدال الكوطة لك يبقى نفس العدد نفس توازن تكون موازن مساعد تكون متساوي يزيد من هنا ينقص لك من هنا زاد هذا لك يطلع 11 ينقص لك تحكم لك منصب ترقية 1 تقريبا 4 المناصب لك منصب الدفع وذلك الذي كان يبقى تدوه الذي كان عندهم الأقدم العام التي تقاعد وضفه قبل 80 تدوه سواء تسابقه في السلام ب7 سنين أو 8 سنين يجي ويضع تشارك أول سنة يشارك تسابقه ب8 سنين في السلام وتدوه ويدي لك لمنصب المالي 16 ويطرق تاني للحظة 10 ويضع ب6 سنين يضع ب6 سنين أي كانت مدير إصلاح الإدارة التي تقول الوظيفة العمومية التي تتراق بالمدار والمراسيم والأمان العامة ويشوف ولا يوجد شيء أخر ما يوجد النهار للدول المالية وقتارحة الويزارة بنفسها أنها اعتماد المادة المية و12 باش يدوزوا بها باش يتحل بها أو اعتمادوها من أجل حل الميل في جال ضحايا النظام ما يسمونها ألف وصن ضحايا النظام ومشي تللي المالية قال لي اللهم ما يمكن شلينا وباش تحجوا تحجوا قال لي حقا راح تللي ديزل 11 تاما مخص ندير لهم مراجعة وهذه هاي كلف اعتماد مالي إلى آخر والربندز ديك شلي بغو يشوفو وتيشوفو واللي مبغو يشوفو تدربو علي تديرو لي عين ميكا والغريب هو في الأمر هادو اللي خارجين دروكاتي عذروا وتيطعنو في اللقاء ديك الاتفاق ديك ديك مأساسة الحوار الاجتماعي ديال 18 يانير 2004 2002 كانوا ضاربين بيضمسا مغمضين عينيهم وغمضوا عينيهم النهار في هذا المرسوم للمد 15 كروا 7 مرات 8 المرات سعود المرات وكان هذا المرسوم جوز 19 504 في السلالين السابع والتاسع جابوا لشارجين وكور وكلفوهم بالدور 28 وعشرين واحد كان الشيطة معرف ملقوا في نديروها جاءوا ودروا لها المادة 15 عطاهم سنوة اعتبارية بيش كملوا ليهم المادة 15 مكررة 7 مرات ورقوهم بطاريخ يعني بطاريين رجع عفوا بطار رجع من 2000 اللي تقاعدو من 2006 2010 وخلصوها وحنا اللي سابقين من 2003 ترقية استثنائية من 2003 في حدود 4 سنوات قاعدنا بالتاسع رغم أن فينا وخكرنا مترقين ترقية استثنائية بأكتر من 3 سنوات طبقين فينا الكوطان من تقاعدنا ولا يخافونا للله لا عبدو هذا اللي ذازوا فيهم تعقلوش عليه ويطبخوا الملفات على حساب القواعد ديالهم ويقادوهم ويطرافعوا عليهم في المصالح الإدارية ويقنعوا المصالح الإدارية لأنهم هم 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 من هم يصنفو إلى آخر ويترافعوا على الملفات اللي يبغاوهم من إجاة الحكومة الجديدة وجاء بن موسى وبغي يخدم وبغي يصنف حسب الأولويات وحسب الملفات لأكتر ضرار لجد متضررة ويصنف 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 ساعة الأمور تجد دات واحد يحكم على واحد وهج وبقى قام بدي دات يحكم على بالفشل وبقى قام بدي رغم أنه ما سيبدأ الفاتح في فبراير 2000 يلا سنطلق اللي جان الموضوع عاتي يلا سيتجمعوا وحطوا الميل الفاتح اللي سيقوموا بالدراسة وداره أول مرة تدار يعني مدة زمانية سنبدأ حده دكشي نبدأ وشارجوج آخر قبل نهاية الموصيب دراسي نكون كل شيء بفضي وبدأ من 2003 وهم يطحنوا فينا سنة سنة دابن ديرو دابن ديرو دابن ديرو توصلونا تقريبا دابن 19 عام و19 سنة وهم سنجر جروا فينا وفي التالي من إجابه دارو هل يبغاو دوزو هل يبغاو هل عنده شي واحد تماية في الداخل الفوق اللي يجاد لي الأمور ديالي ورقاد ديالي ويجاد ديالي على المقاس ديالي كلي دارولي ها إعادة ترتيب قاعد في قاعد دارولي إعادة ترتيب ديالي لنا تقريبا لك دارولي شرج دكور ودخلوا مادة 115 مقررت من المرات داروا المرتبون حاليا يعني قبل ما كانوش وترتبوا عليهم هذوك المتعق عايدين مرتبون السلام العاشر وجاءوا السلام التاسع جاءبوا اللي تخرجوا بالسلام التاسع 2012 2013 لأصلا ما خاصوا يكونوا في ميل في الزنزان العاشرة اللي تخرجوا اللي تخرجوا مع التاسع خاصوا يكونوا مع اللي تخرجوا مع التاسع 95 ومخاصوا يتوز كسعب دو مناصب مالية ديان نحن أعطوها لذلك 4006 دو جاءبوا ملو لهم تخرجوا بالتاسع وخلاوا اللي متقادين بالتاسع ولا اللي باقين مزاوئين بالتاسع اللي توضفوا بالسابع هو بالتامن اللي هما اللي معنيين بهذا المرسوم أن باش تكون ضاحية خاص تكون توضف بالسابع أو بالتامن هذا اللي متوضف بالتامن أو بالسابع وتقعد بالتاسع هذا ما دخلوش دي هو الأصل فين كانت المصالح الإدارية وفين كانت الأمن العامة وفين كانت المالية وفين كانوا هاد النقابات وفين كانوا المصالح الإدارية وفض النزاع هذا دخلوا هذا وحين تبقين جدا يلا توضفوا في 2012 2012 2013 باش ما يترتبوش قاعدين في التاسع وتاهم ما يستافدون تيحجروا على الحيط القسير تيقول لك تندفعوا للحقوق ونحن اجتماعيين وتندفعوا للضعيف والمستضعفين هما الضعيف والمستضعف واللي المسكين تيجروا عليه تيحييدون ومن يبقوا يصبقوا يصبقوا ليك هاللي عنده تيش 12000 درهم والعشر الاف درهم غير هذو المور التابع من السلام العشر كان لديه 6500 درهم وتيحتاسبو بانه ورع ضع حي ومكار حس واللي تيش 2000 درهم ورع 2500 درهم وما تيتلفتوش ليه ترى ما كينغو جال ويل وجال ويل طويل لا اشتماع شيق ماطم الهم لك حل وفعلا كل شيء كان لبص ديره لأن هذو الذين كانوا فعلا يقولون أنهم ضحايا النظامين لا يبقوا مجموعين كاملين لا يبقوا يريد اليد في اليد يكون قوم مجموعين كان ما غد ما غد تحصلش للمازالة كون ما كانش الاناني وكل واحد يسلط على الكبار وما كانش هتحصل للمازالة وغير قبلوا بميلف ديال سنوات اعتبارية فقط مزاويل خضعوه للكوطة وبما أنهم هذو كانوا متقاعد وتيتحكم قاعد وباقي هو اللي على رأس الجمعية ولا تقاعد وباقي هو على رأس اللجنة متقاعد تسير المزاويل نحن نضر على المزاويل للمزاويل متقاعد قاعد وباقي هو اللي على رأس الجمعيات يتكلم هو اللي تقرر في المصير ديال المزاويل تقاعد وتيتحكم في المزاويل كان عارف قاعد تدور مية وعشرين خصمه زاوية ولي ولي تنوب على على هذو الضحايا اللي سموا أنفسهم ضحايا باش حدوا باش داروا هذك 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 المرسوم العقسائي الجابان ردو ديال في صالح المتقاعدين في صالح هذو اللي كانوا في اللجنة واللي كانوا في الجمعية هم اللي يستافذوا كمتقاعدين سنة وتعتبرية تدوزهم وما يخضعوش للكوتر وغا سارقين الطرقيات من الفين وثلاثة ايه سارقين بجداز بستة سنين من التاسعة للعاشر وعندو غا ستة سنين في العاشر وغا ديدوز هلاش ميوافقش ومزاورة يمشي يمشي ضيم بارة بالنوقات ديالو اللي يضب الراس ولا يخرش في الحيط أما عشرالاف ومياتين اللي يتقاهد قبلها دقاء لاحوا هم با مكينينش او شخوتهم هدك ساعة حتى تلاحوا هدو بيوربع وخمسين لاحة هم مكملوا السنوات الاعتبارية ماذا صارت النظام دي عشر سنوات لا رجعوا تانيتهم وباقفهم تحرامية لا امانة لهم تعرفوا احد والبلاثة اللي يتشموا فيها الريحة انها غدا يتوصلهم يمشوا يجروا ويقلبوا وجهه جيدة يجيبك يبغي يدير بك يقضيبك الغارات ويسوس رجليهم في الجامعة جامعة المناطق كي يكملوا من ربعة وعشرين دار ومية وعشرين مباردة الزريعة لهم لك достаточно ويقلبوا على لك في المكان يا الله عندهم انا عمينا صار بي في الاشر والسقوة واحدة والناس آلات المترقيين وترقيقية استثنائية يتقعدوا بالتاسع هم الذي سلقوا لهم بطرقياتها وقدم منهم في السلام هذه الساعة بكثير من 8 سنين ويجوهم معهم ويدوزهم ويدوزهم تقيدوا لترقى السلام العشر في 2003 وهم ما تقيدوا لترقى السلام العشر في 2010 سابقهم في 7 سنين باش مقيد باش ترقوا وترقيد ايش من كنت مقيد باش دوز السلام العشر وهم ما بقي الله في السلام التامين ما دخلوا السلام التاسعة الالفين ووربعة أول هازولت فعلا هازولت إذا نكتفي بهذا القدر ونتمنى الخير للجميع نتمنى الخير للجميع تشاو دورو 120 نتمنى الخير ترجمة نانسي قنقر